المجال الثاني هو مجال التعليم هذه أمة اقرأ أول ما نزل اقرأ هذه أمة قال لها ربها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال لها ربها إنما يخشى الله من عبادي العلماء قال لها ربها ما معناه أن العلم من المحبرة إلى المقبرة من المهد إلى اللحد فيقول وفوق كل ذي علم عليم وذي علم يعني عالم عليم صغة مبلغة ومعنى هذا أن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة أن العلم لا ينتهي يعني لا يزال الإنسان يتعلم ويتكون معه المحبرة يكتب بها إلى أن يصل إلى المقبرة وهو ما زال يعلم بعض الشيء وفوق كل ذي علم عليم معناه استمرار العلم وقل رب زدني علم معنى هذا استمرار العلم ومعنى هذا أن الإنسان كلما تعلم علما يوصل إلى الله سبحانه وتعالى في أي علم كان وهو المقام المستنير فإنه يتضاءل أمام نفسه لأنه كلما اتسعت مساحة معرفته فإنه يكتشف أن الباقي له أكبر بكبير بكثير جدا مما علم ولذلك فهو متواضع لربه لا عن دعوة ولا عن إثبات حالة ولا عن تمثيل أو نفاق بل شعور داخلي أنه علم الآن مليون معلومة وعرف في نفس الوقت أن مليار معلومة لا يعلمها وإذا علم المليار عرف أن الناقص له عدد لا نهاية له ومن أجل ذلك هو يخبط لربه ويخشع ويتواضع توضعا حقيقيا وليس لفظيا أو بلسانه فقط التعليم أساس من الأسس التي أتى بها الإسلام تصوروا أن أمة إقرأ الأمية فيها الفعلية تزيد عن 50% والإحصاءات الرسمية تأتي فوق 30% تصور أن أمة إقرأ التعليم فيها أصبح تعليما روتينيا وأصبحت جامعاتنا متأخرة عن جامعات العالم بعد أن كانت هذه أرض الحضارة ومنبع العلم تصوروا أن مصر مثلا يعني فيها أزمة في هذا التعليم ترجمة نانسي قنقر